اشتركوا في القناة وقلنا انه هاي المنزلة يعني جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة من الافضل عدم البدء فيها باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاضافر وحلاقة الشعر طبعا القمر موجود في هاي المنزلة لمساء هذه الليلة اللي هو موعد بث الحلقة ليلة 12 ساعة 10 و25 دقيقة من المساء ليلة الاحد على الاثنين القمر راح ينتقل من منزلة الشرطين لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الحمل استقر الان وعمل زوايا طبعا بالنسبة له هاي الفترة انه احنا جميع الافراج بنشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون اكثر تصميما واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتصرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها بنفقد دب دوما سيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يعني يستحسن اجرى فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وبرضو ادخال تعديل على قصة شعر او اقامة حفل ما بالنسبة لزوايا البطيئة المتشكلة يعني اللي قائمة لها فترة وفي لها تأثيرات ما زالت موجودة طبعا اول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية عطارد والمشتري زاوية التزديس اللي هاي مستمرة لغاية يوم 13-12 طبعا هاي بتشجعنا لممارسة نشاطات بتتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيعزز امور لها علاقة بالسفر والاتصالات هاي مستمرة زي ما حكينا لها ايامية واخر يوم لها يوم 13-12 اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع السلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي مستمرة لغاية 15-12 هاي زاوية سلبية طبعا هاي بتخلي البعض يعيش في اوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتخلي الوسواس يشتغل عند البعض والغيرة برضو في نفس اللحظة على المستوى السياسي يعني لها بعض التأثيرات اللي لها علاقة بالمشاحنات وعدم الاستقرار السياسي في الحكومة بالنسبة للامور الاخرى بما انه نبتون بحري والشمس قيادة وطاقة فالامر بتعلق بالامور اللي لها علاقة بالبحر لها علاقة بالسوائل فبتدل على مشاكل بالقطاع البحري او السفن او البواخر معضة هيك الامور اللي لها علاقة بالظواهر البحرية كالفيضانات الطوفان الامطار برضو تقلب الطقس التسمم الجماعي ارتفاع اسعار النفط اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصلة بين الزهرة وبين المريخ وهي مستمرة لغاية 19-12 وهي انه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران هي ايجابية ولكن لها اثار سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي طبعا راح تظل مستمرة لغاية يوم 30-12 تأثيراتها لانه راح تنفصل وترجع تتشكل مرة ثانية يعني لها ذروتين الذروة الاولى صارت الآن الذروة الثانية اللي هي راح تصير خلال الفترة من الآن لغاية 30-12 راح نذكرها في وقتها طبعا هاي الزاوية بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية يعني في شوية تفاهم بصير ما بين العلاقات الزوجية الناجحة ايجابيا وبتعززها اكثر فاكثر ولكن العلاقات الضعيفة او اللي بتكون في بدايتها او اللي بتكون متأرجحة او اللي بتكون فيها كثير من الصدمات هاي بتكون الزاوية يعني جاهزة لانهاء هذه العلاقة بسرعة هائلة جدا وبدون اي مقدمات بتخلي في نوع من انواع العنف بتخلي نوع من انواع من الفضاضة في الكلام الهجوم وبتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية الضعيفة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين اورانوس وهي مستمر لغاية يوم 13 واحد بتخلينا شوي مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات طبعا هاي بتدل على ازمات مفاجئة في الحكومات بتدل على حوادث طبيعية برضو امور الها علاقة بزلازل بالعواصف بالبراكين الها علاقة بسقوط الطائرات والسكك الحديد او اشي بتعلق بالطائرات وبسكك الحديد وبرضو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة طيب بالنسبة للاحداث اللي راح تصير اليوم ايش هي اول حدث راح يكون هو انتقال كوكب المريخ اللي في حلقة نزلت يابل ثلاث ايام او اربع ايام على القناة تحكي عن هذا الانتقال والزوايا وتاثيراته على جميع الابراج والطوالع وايش اللي راح يصير طبعا هاي الرابط طلع بالاعلى هو موجود على القناة اللي بحب انه يتابعها طبعا انتقال كوكب المريخ هذا راح يكون يوم 13-12 ساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بانتقل القمر من العقرب للقوس ورح يضل بالقوس المريخ لغاية اربعة وعشرين واحد لغاية الساعة اتناعش واثنين وخمسين دقيقة بعد الظهر تقريبا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة اربعة ودقيقتين مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للانتقال الثاني اللي راح يصير اللي هو انتقال كوكب عطارد اللي برضو اليوم راح ينتقل في تمام الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا اللي يبدو يتابع الحلقة برضو الحلقة صارت موجودة على القناة الهيومين او ثلاثة بتقدروا تتابعوها وتعرفوا كل ما يتعلق بهذا الانتقال من زوايا وتأثيرات وإيجابية ونحوسة وتأثيراتها على جميع الكواكب وهي الرابط يعني ظهر في اعلى الفيديو طبعا القمر راح ينتقل زي ما حكينا من برج القوس عطارد راح ينتقل من برج القوس لبرج الجدي هذا عطارد له علاقة بالنشاط الفكري وهي ثاني مرة يعني في الحلقة خربطت فيه والان برضو خربطت فيه فهو بدو ينتقل من القوس للجدي ورح يمكث فيه حتى تمام صباح يوم اثنين واحد فيه تمام الساعة سبعة وتسع دقائق صباحا لأي قرابة الثلاث أسابيع طيب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اللي في جسمنا خلال الفترة هاي واللي بتطلب منها إننا نوفر لها عناية إضافية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم هاي اللي أكثر حساسية اللي بتطلب منها العناية فيها أكثر بالفترة هاي عشان هيك اللي بشعروا بأعراض غير اعتيادية في هاي الأعضاء يراجعوا الطبيب اللي بدهم يعملوا عمليات جراحية ما في أي مشاكل في العملية الجراحية في أي إشي بالجسم إلا هاي الأعضاء اللي إحنا ذكرناها ولكن علاج أسنان خلع سن مثلا درس حشوي شغلي زي هيك ما في أي مشاكل طبعا واليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح للقص التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا مناسب اليوم برضو مع أخذ بعين الاعتبار بالوصاية اللي دايما بنحكيها اللي هو الأشخاص اللي فوق الأربعين سنة يأخذوا أسبرين مميع لمدة ثلاث أيام أو يأخذوا بندول برستيمول اللي هو المخافضات للحرارة ومسكن حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام برضو بتصير الأمور ممتازة جدا والأعراض بتكون ضعيفة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء يوم أربعتاش اتناعش بيبدأ في تمام الساعة ثنتين واثنين وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش لا ينتقل إلى الثور طبعا بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد تسع أيام في تمام الساعة 11 وستعشر دقيقة ضهرا بيصبح عشر أيام نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 هي اليوم سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر بده شوية تركيز هو موجود بالحمل لغاية يوم أربعتاش اتناعش الآن موعد بث الحلقة هو سعيد بنسبة 30% رح تستمر هاي السعادة تنازلا يعني قوتها بتظل تنزل لحديد ساعات الصباح تقريبا بتصير في ساعات الصباح منتحسة بنسبة 10% بتعاود ترجع تطلع سعودتها لغاية ساعات العصر تقريبا يعني بترجع بتطلع لغاية ساعات العصر ساعات العصر بتصير 30% سعيدة وبتستمر لغاية المساء يعني بتنزل من 30% لناقص عشرة بعدين بترجع بتطلع ل30% أما بالنسبة لعطارد في القوس وبدو ينتقل للجدي وانه رح يمكث فيها لغاية 2-1 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجدي لغاية يوم 19-12 بعدين بيبدأ عملية التراجع السلبي ولكنه الآن هو سعيد بنسبة 45% المريخ في العقرب بدو ينتقل للقوس رح يمكث في القوس حتى يوم 24-1 منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يعني التوقعات ما بتختلف كثير عن توقعات يوم أمس لأنه القمر موجود عندكم لليوم الثاني ثقتكم بأنفسكم كبيرة ولكن اليوم النشاط أعلى والإيجابية أعلى لأنه القمر صحيح أنه متقلب بمزاجه ولكن بعطي إيجابية مش سلبي زي يوم أمس اليوم في إيجابية في ساعات الصباح وفي ساعات ما بعد العصر فعشان هيك ثقتكم بأنفسكم بتكون كبيرة بعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم بتهتموا بمظهركم وبالتغييرات هاي مرحلة انطلاقة لمشاريعك الجديدة بتتمتع بنشاط ظهني وجسدي كبيرين أن تسباق ورائد في حقل اختصاصك الأجواء جيدة ولكن أهم شي حديث المزاج هي اللي بدك تسيطر عليها برج الثورة يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض عندك وطيرة الحياة بشكل كبير وتتأخر مشاريعك وربما تلغى أهم شي إنك تتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ إذا أنت حاجز على شيء معين أنه التغى أو سوء تفاهم أو أشخاص ممكن يوعدوك بشيء ويخلفوا فيه يعني ما يقفوا بهذا الشيء يبدك تكون جاهز ومستعد لأي مفاجآت وتتقبلها بكل صدر رحب العيام الجاية رح تعوض كثير من هاي التأخيرات برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا اليوم أكثر من يوم أمس اليوم عندكم نشاط اجتماعي وبتلتقوا الأصدقاء أو ممكن تتلقوا اتصال مفاجئ من بعض الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بدك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن اليوم تحصد تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنك تكثف ارتباطاتك أنت اليوم بحاجة إلى التعاون أو لتعاون الآخرين معك هاي الفترة ممتازة جدا إذا استغلتها على المستوى الاجتماعي فرح تحقيق كثير من الأمور الإيجابية لا إله برج السرطان طبعا الأجواء جيدة اليوم شيئا ما ولكن هذا البيت تحديدا دائما ذو شقين إما بعطيك إيجابية أو بعطيك سلبي أو بعطيكها ممتزجة فعشان هيك جيد لأنه بعطي فرص متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بدهم يثبتوا جدارتهم مع المسؤولين أو يقدموا على أعمال ويكافأوا عليها فهاي فترة ممتازة جدا للملتزمين اللي بدعموا بوقتهم وبيكونوا بيأدوا واجباتهم على أكمل وجه فهاي لمصلحتهم الفترة لكن الأشخاص المشاكسين واللي بيخلفوا القوانين وبتغيبوا بيعملوا مشاكل بيتهوروا بيغامروا بيجازفوا فهاي فترة سلبية جدا ممكن إنها تشوه سمعتهم عشان هيك بدكوا تهدوا من روحكم أهم تحذيرات لأنه هاي الفترة عادة بتكون فيها نوع من أنواع السلبية ومشحونة بالمتاعب عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك برج الأسد طبعا القمر الآن موجود في البيت التاسع وهو بيت حليف وقوي بالنسبة لأي برج فعشان هيك اليوم هاي فرصة ممتازة إن كنت تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة التواصل مع أجانب برضو اليوم هذا مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة أو أخذ دورة إظهار تعاون يعني مع الكل بكون ممتاز فعشان هيك إظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة اليوم بتنجحوا في الترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم شيء إنك ما تهم الواجباتك ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير اليوم حاول إنك تتقدم بكل جراءة وثقة الأجواء مناسبة وقوية فعشان هيك لازم تستغلها وتستثمرها برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم يعني في بعض المشاكل المالية الضغوطات المالية بعض التفكير المالي أو المحاسبة بتحاسب أشخاص أو بتتحاسب على الأمور المالية عشان هيك الفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بتقدروا اليوم تعدلوا هاي الأمور بس أهم شيء إنكوا تقللوا من مصاريفكم بدروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا اليوم بحاجة لياقة جسدية وأعصاب متينة ما تتركوا ذيول المتاعب إنها تسيطر عليكم يعني بمعنى آخر بتكوا تركزوا بشكل جيد على أموركم المالية ومصاريفكم وتبدلوا جهد لتحققوا المكاسب برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا القمر مقابلكم تماما وهذا الإشي إنه بعطيكو إيجابية وبعطيكو فيه له سلبيات سلبيات النطاقتكم بتكون ضعيفة فعشان هيك ما بيجوز إثارة المتاعب بدكو تتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجة لليوم والتصرفات العدائية حاضروا من الحوادث ومن الأعداء لأنه في الفترة هاي عادة بيكونوا كثر وبيكونوا ظاهرين في الساحة فعشان هيك بدكو تنتبهوا بشكل واضح من أي مجازفات أو تهورات بهاي الفترة برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل اليوم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعامل أو التعاون من زملائكم في العمل أهم شيء أنكم تنظموا جدول غذائكم تأخذوا قصد من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب لأنه هذا البيت إجمالا هو بيت العمل وبيت الصحة وبما أنه القمر صار موجود فيه فبتلاقي ضغط على العمل أو بيتراكم العمل أو بيكون عندك كثير من المسؤوليات والصحة بتشعر بنوع من أنواع التقلبات الصحية أو الإرهاق أو التعب ما في شيء بخوف ولكن بدك تحذر وتنتبه على صحتك وتراقب صحتك بشكل جيد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم استقر القمر الآن في بيت الحظ والعاطفة وعشان هيك اليوم تقدروا تعززوا العلاقة مع أحبائكم وتتقربوا منهم وتوتدوا العلاقة ما بينكم وبين الأحباء إن كانوا أبناء والدين أو أحبة عاطفية برضو تقدروا اليوم تمارسوا هواية معينة أو تجربوا حضوظكم في بعض الأمور الظروف جيدة ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق اتجاه أحد الأحبة اليوم في نشاط في دينماكية في حركة بتميلوا للهو والترفيه عن النفس أنت اليوم بتستحق كل هذا الشيء لأنه بالأيام الماضي انضغطت بشكل كبير ولكن يجب اتخاذ خطوات مفيدة عشان تستفيد من هاي الفترة وما تضيعها على أشياء ما في منها فائدة برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة القمر موجود في بيت العائلة فعشان هيك هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي انت بتعيشها هاي جيدة للتقارب للتواصل للاتصالات العائلية للاهتمام بأمور البيت أو العقار أو حتى صيانة تصليح ترتيب يعني كل الأمور البيتية فيه نوع من أنواع تبادل زيارات أو اتصالات مهمة ولكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق أو أمر مفاجئ فعشان هيك بدك تكون مهيئ لهاي الأمور وتعرف تعالجها بالحكمة والروية برج الدلو القمر صار موجود في البيت الثالث يعني بيت الاتصالات وبيت السفريات القصيرة بيت الترويج والمشاريع والدورات بتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات القصيرة منكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم شيء أنك ما تبقى وحيد يعني بدك تكون نشط ما بينك وبين أصدقائك حياتك الاجتماعية ابحث عن الأحبة والتعزيز الروابط ما بينك وبينهم بتمتلك سرعة خاطر وسرعة بديهة عالية ومهارة ملموسة بتقدر اليوم تروج لأعمالك بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة بتقدر أنك اليوم تأخذ دورات إذا أنت حابب تطور من مهاراتك برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية ممكن تسمع خبر سار ويلعب قريب دور مهم معك بتهتم بقضية شراكة أو عمل ممكن تعالج اليوم الأمور بشكل دقيق وتهتم لأولوياتك المالية بشكل أكبر اليوم ممكن تجد الحلول والتسويات للأمور المالية أو لوضع مالي معين فعشان هيك أرتب أمورك المالية بشكل جيد أهم شيء أنك تنتبه من النصابين والمحتالين وبرضو من المصاريف اللي ما فيها داعي يعني حاول أنك توفر بالفترة هاي في النهاية منحب نشكر جميع الأشخاص اللي دائما موجودين وبشاركوا في كل شيء العلاقة بالقناة وبحاولوا أنه يعني يدعموها حتى لو بلايك وكومنت وتعليق جميل شكرا لأيكم جميعا صحيح أنا ما يعني مقصر في الردود على التعليقات بيدويا كل تعليق وأرد عليه ولكن بعتبر أنه هذا الرد اللي برده في نهاية الفيديو هو رد على جميع اللي بيعلقوا دون ذكر أسمائهم شكرا لأيكم جميعا شكرا للأشخاص المنتسبين بالقناة والداعمين للقناة شكرا جزيلا للجميع وحتى للراغبين بالانتساب ولكن ما عندهم قدرة للانتساب أو لدعم القناة شكرا جزيلا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء